حرصا من نقابة المهندسين العراقية فرع صلاح الدين على تطوير البنى التحتية وتوفير فرص العمل للعاطلين في محافظة صلاح الدين ارتأت نقابة المهندسين العراقية أن تعقد لقاءا بين هيئة الاستثمار وممثلة من سيد رايس هيئة الاستثمار ووجهاء وشيوخ ومثقفين مدينة تكريت الغاية من هذا المؤتمر هي تطوير أو البدء بإنشاء المدينة الصناعية في مدينة تكريت حيث أن هذه المدينة ستوفر المئات أو أكثر من آلاف من فرص العمل للشباب العاطلين وكذلك البدء في استثمار الطرق والجسور والأبنية أو الخدمات البنى التحتية للمدينة تحاول نقابة المهندسين فتح آفاق الاستثمار بطرقها المتعددة حيث أن الملاحظ في الاستثمار الحالي وجزئية بسيطة في توفير المساكن بينما الاستثمار يمتد إلى الجامعات والطرق والخدمات وتوفير فرص العمل وبناء المعامل ورفع من المستوى البلدان نلاحظ أن هناك العديد من البلدان نمت وتطورت بفعل الاستثمار من خلال استثمار الجامعات الأهلية والتعليم والطرق